أعلنت المصادر في المقاومة الشعبية مقتل أربعة وثلاثين مسلحاً وإصابة العشرات من الحسين والقوات الموالي لرئيس السابق علي عبدالله صالح في غارات لطارات التحالف العربي في محافظة تعز وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع في شارع الثلاثين ومنطقة حزران في المدينة وأسفرت مواجهات أخرى عن مقتل ثلاثة من المقاتلية المقاومة وجرح سبعة آخرين وفق المصدر ذاته على صعيد آخر قالت مصادر عسكرية يمنية أن قوات التحالف زودت الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بـ 85 آلية عسكرية حديثة للاستعانة بها في معارك فك الحصار عن تعز والسعادة المحافظة من قبضة الحسين وقوات الصالح